الطاقة التي سوف نضيف فيها الصورة والقواعد هي PICTURE و ما حال ما القاعدة سوف تكون جوج؟ لذلك سوف نضيف Source جوج هذه المرة بالنسبة لأين سوف تقوم بصورة سوف تكون في SRC Set يعني أين سوف تقوم بصورة في SRC Set من بعد القاعدة سوف تقوم بصورة في Attribution Media نفس الحالة بالنسبة للصورة الثانية و في الأخرى لدينا Fall Back سوف يكون في IMG ماذا نضيف هنا؟ نضيف القواعد القاعدة الأولى والثانية صورة الأولى والثانية و جوجهم سوف تكون فيهم واحد الصور و جوج هذه القواعد لذلك سوف نضيف Fall Back أما نبدأ بالقاعدة الأولى التي هي على الأقل 800 بيكسل أو الأكثر يعني الزائر الموقع الذي سوف يأتي من المتصفح له خاصة على الأقل الذي يوجد في الأرض 800 بيكسل أو الأكثر و سوف يدليف له هذه الإيماج التي كان هناك لكي نكتب القاعدة التي سوف نحل بارانتاز أو من بعد نكتب من من ويد لأنه على الأقل 800 بيكسل أو الأكثر و من بعد نضيف 800 بيكسل نفس الحالة بالنسبة للقاعدة الأخرى لدي على الأقل 600 بيكسل أو الأكثر و نكتب القاعدة الأخرى من من ويد و نضيف 800 بيكسل بالنسبة للقاعدة الأولى التي فيها على الأقل 800 بيكسل أو الأكثر أتمن إيماج باقي نضيف له وجدنا مجموعة هذه الصور هنا Large, Medium أو Smart في الحالة على الأقل 800 بيكسل أو الأكثر لدي على زائر الموقع دينا سوف ندليف لهذه الأرج سوف نأتي هنا و سوف نأتي هنا و سوف ندر Images يعني شوما في نكينا سوف ندر Wiframing و سوف ندره Large و الأكستنسي حققنا القاعدة الأولى و إذا كانت زائر الموقع دينا داخل موحدة متصفح عنده في العرض على الأقل 800 بيكسل أو الأكثر سوف ندليف لهذه الإيماج ما هو الحالة الثانية؟ هنا سوف ندره إيماج و أحد أخر التي هي صغر من هذه التي هي Large فهذه القاعدة التي على الأقل Smash Pixel أو الأكثر سوف ندره هنا و سوف ندره Images ما هي هذه الإيماج التي لدينا؟ هي Medium سوف ندر Wiframing و Medium و Extense ما هو القاعدة؟ إذا تحقق القاعدة الأولى سوف ندره Large و إذا تحقق القاعدة الثانية سوف ندره Medium و عندما تحقق قاعدة سوف ندره فهذه اللي هي Fall Back فهذه Fall Back فهذه Fall Back هي Images Wiframing Small فهذه الصورة الأولى التي هي أصغرهم والصورة الثالثة التي هي أكبرهم وهذه هي Medium هذا Small سوف ندره إلى الزائر الموقع لأنه تدخل من قل من 600 بيكسل الذي لديه في العرض المتصفح يعني الذي كانت لديه 599 سوف ندره له هذا Small و عندما ننسى أحد تعريف على هذه الصورة في هذه الحالة Wiframing التي سوف ندره كقيمة بالنسبة لل Alt الذي هو Alternative Text نستره ودبات الذي لدينا ونبوه المتصفح سوف ندره و ندره و نعطيك لكي أعطينا Responsive نستره القاعدة التي أولدنا 800 كمثال هنا 1138 و ما 1138 كبير من 800 كبير من 800 كبير من 800 يعني الصور التي سوف يشارج لنا يجب أن يشارج أكبرهم أكبر فرشي العباج و أعطني هذا Wifi من Large كمثال كمثال قل من 800 سوف ندره 790 سوف يشارج لي Medium دخلت إلى 800 درجة هنا 800 بالضبط سوف أعطينا Large كمثال على الأقل 800 لذلك تساوي 800 و الأكثر من 800 سوف أعطينا Large درجة كمثال هنا 1600 درجة كمثال سوف تدخل القاعدة الثانية 790 هنا دخلت إلى القاعدة الثانية على الأقل 600 و الأكثر لأن 790 سوف أكبر من 600 ولكن سوف أعطينا 800 لذلك 790 سوف يشارج لنا Medium يعني نحن هنا في القاعدة على الأقل 600 و الأكثر إذا أريد أن ندخل القاعدة الأخر بالFallback لذلك أعطني أصغر image سوف أعطينا هنا و أعطينا 590 و أعطينا و أعطينا لأنني هنا دخلت في الFallback و أخرجت إلى القاعدة للإستمارة و كما أبقيت هنا في الإستمارة سوف أقل من 600 590 سوف أقل من 600 كمثال 200 دائما قل من 600 و سوف أعطينا لذلك نبدأ من 200 و سوف أكبر و سوف يبقى كثير في القاعدة إذا وصل القل من 600 سوف أعطينا من بعد إلى دخل 800 سوف أعطي مجموعة سوف أكبر أن يسقط متصفح و تصفح و كيف تصفح على تحديث القاعدة و تصفح المعارض و مجموعة و مجموعة و مجموعة و مجموعة الكود ديانا وهو يتبع على القواعد و يشارج الصورة المناسبة على حساب القاعدة المناسبة